السيد السوداني كما هناك حديث ربما هو اتهام لكن انا اعتقد لو كنت بمكان سوداني اتجه بهذا التوجه انه يحتاج ان يكون هناك رقم سني رقم سياسي سني جديد مثل السيد العيساوي بامكانيات وقدرة على الاستقطاب ودعم وقدرة على الاختراق حتى الكتل السياسية الشيعية التي دعمت ترشيحه فهذا ممكن ان يكون انصر قوة ايضا في دعم توجه السوداني نحو كسر الاحتكار السياسي من القوة المسيطرة سواء كانت تقليدية او قوة صاعدة هذا اللي صار باختصار اما قضية الحنانة اشوف الحنانة دكتور هناك تفضلت بنقطة مهمة قبل ما اروح نقطة الحنانة عذرا تحدثت بتفصيل جدا مهم ارد اسأل دكتور هناك ليش السيد السوداني راح الى خيار سالم العساوي وما اختار محمد الحلبوسي على الاقل الحليف الاقرب الى لا محمد الحلبوسي مشكلته وين مشكلته انه خسر جميع اوراقه عندما راهن ولم ينجح على الشيخ شعلان الكريم حقيقة الشيخ شعلان الكريم كان ممكن ان يكون هو بالون انقاض بالنسبة الى السيد الحلبوسي باعتباره من حزب تقدم ومثل الاغلبية السنية وانا كنت اعتقد انه ممكن ان يكون انجح لكن ارادات قوة سياسية شيعية عملت على عرقالة موضوع وربما ارادات فردية عملت على خلق الفوضى وربما لمصلحة ذاتية كما تحدث الشيخ شعلان الكريم لكن بالنتيجة النهائية الان ليس الخيار اصبح السيد الحلبوسي مشكلته انه راهن كثيرا على انه عدم وجود زعامة سياسية جديدة ممكن ان تنافس واراد ان يستثمر بهذا الوقت المتبقي حتى يكون هناك ابقاء او تمركز لزعامته فذهب التحالف مع السيد المالكي السيد المالكي خيار السيد المشهدان المشهداني لا يشكل خطر لا على القوة السياسية السنية ولا على القوة السياسية الشيعية بمعنى انه اذا صح هذا الوصف هو في المرحلة الاخيرة هو لتمشية ايام المرحلة الاخيرة يعني لاسقاط ايام فقط وليس لديه توجه سياسي لا يشكل كتلة لا يرشح حتى لو يرشح بالانتخابات ما ادى تحالف سياسي واضح وصريح وهذا كان خيار وقناعات السيد المالكي ارتاح لها السيد الحلبوس سيد الحلبوسي من اكثر المتخوفين الآن من صعود منافس شاب منافس سني يحظى بالمقبولية وبنفس الجغرافية السياسية التي يتنافس معها هذا جدا واضح اصبح الموضوع فسيد الحلبوسي ما ادى اصبح كثير من الخيارات لكنه حقيقة راهنة على ان يكون الخيار ليس بارادته وانما بارادة المالكي وربما هذا سبب حقيقي جعله في موقف اضعف امام القوة السياسية السنية وحتى امام القوة التي ممكن نشميهم والاصدقاء لعدال الشيد المالكي طيب دكتور كملي جزئية صمت الحنانة وغزل الإطار التنسيقي وكأنه من طرف واحد قد يكون طرف السيد السوداني لا طرف الإطار الآخر الذي يكون ربما اكثر تعصبا وتشددا تجاه التيار الصدري احنا خلينا نتفق على ان سيد السوداني منذ اليوم الاول للتسلمه ورئاسة الوزراء هو يعتبر هذه المرحلة التمهيدية للولاية الثانية ولذلك ربما نختلف بالكثير من القضايا التي هي لا نعتبرها ستراتيجية وانما هو يعتبرها اولوية للدفع او الحصول على الولاية الثانية وربما هذا الخلاف بالتوصيفات بيننا وبين السيد السوداني احنا نريد ستراتيجيات هو نريد قضايا ممكن ان تكون تمهيد او تعبد الارض امام الولاية الثانية يهتم بقضايا تجذب العين للمواطن ويعتقد انها ممكن ان تؤثر بالمواطن وهذا حق طبعا بالمقابل اللي يفكر هيش من البداية ما ادى استعداد انه يكسر العصى مع اطراف سياسية حتى وان كانت خارج السلطة مثل السيد الصدر السيد الصدر رقم صعب شوف المعادلة كالآتي ان قوى الاطار التنسيقي في توجهها وهذا قال السيد وزير العمل احمد الاسدي انا مؤاني قلته انه بعد ما اكو شيء اسمه اطار يدخل الانتخابات وربما حتى ما اكو شيء اسمه فتح يدخل الانتخابات اكو كتلة اسمها السودان واكو كتلة تقليدية اسمها الفتح ومن يعني يشترك معها قوى الفتح الموجودة بالفتح وكتلة اخرى هي دولة القانون هذا النيل الاقطاب الثلاث هاي الاقطاب الثلاثة راح تتنافس بيناتها على الاصوات الانتخابية اللي ممكن تتورها بانتخابات 2021 وانتخابات 2023 ما المجالس المحافظات مليون صوت تتنافس على مليون صوت حصة الصدر مضمونة يبقى بقانون الانتخابي وهذه ارقام وقياسات وفرضيات ويبقى هو الرقم الاصعب لأن هذول ثلاثتهم مشتتين هو موحد وقادر على جمع الاصوات لذلك من يريد أن يضمن الولاية الثانية لا يمكن أن يتقاطع مع السيد الصدر هذا إدراك موجود لعدمن عند السيد السودان ترجمة نانسي قنقر